السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان مبارك للجميع صحف طوركم متابعين كرام اليكم هذه النشرة الجوية الخاصة على المناطق الجزائرية ليوم الجمعة الواحد والثلاثين من شهر امي اذن بحول الله تعالى وقوته نتوقع اجواء صافية على المناطق الغربية الوسطى والمناطق الشرقية بالاضافة الى شمال الصهراء على المناطق الصحراوية اقصى الجنوب سنسجل بعض الامطار خلال امسية الجمعة على ولاية تمرست وولاية إليزي ستكون امطار رعدية خفيفة بحول الله تعالى بالاضافة الى جنوب ولاية ورقلة ايضا امطار ستميز بحول الله تعالى مناطق من ولاية تندوف ولاية بشار بالاضافة الى جنوب ولاية النعامة كل هذه المناطق ستشهد امطار خفيفة بحول الله تعالى تحت تأثير رياح قوية قد تتجاوز الـ 65 كم في الساعة خاصة على المناطق الجنوبية الشرقية ناحية ورقلة وديسوف بالاضافة الى ولاية بسكرة غرداية كما نتابع معكم في الصورة ولاية بشار بالاضافة الى ولاية ادرار وولاية تندوف بالاضافة الى مناطق من ولاية تمرست وولاية إليزي الحرارة متابعين الكرام يوم غد الجمعة ستكون ما بين 24 الى تقريبا 25 على المناطق الشرقية اجواء باردة في الفترة الصباحية والليلية اما كما قلت في الفترة من بعد الظاهرة ما بين 24 الى 25 درجة الى غاية شمال الصهراء المناطق ايضا الوسطى نفس الشيء مع المناطق الشرقية 24 الى 25 درجة المناطق الغربية سيكون ارتفاع في درجة الحرارة وسنسجل تقريبا 32 درجة على وهران 33 درجة على ولاية تنمسان بالاضافة الى 35 على غريزان ولاية اشلف بالاضافة الى بعض المناطق كسيدي بالعباس ايضا وسط الصحراء سنسجل ما بين 31 الى 32 درجة من الشرق الى الغرب اما اقصى الجنوب والمناطق الجنوبية الغربية سيكون ارتفاع في درجة الحرارة ما بين 40 الى 45 درجة على تمرار ستولاية تندوف وولاية الدرار اذن متابعنا كرام كانت هذه النشرة جوية خاصة ليوم الجمعة ال 31 من شهر مايس سوفيكم بكل جديد احوال الطاقس فقط كونوا معنا وتابعونا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة